أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية كلمة قرآنية نناقشها نتناولها بطريقة علمية بحتة هذه الكلمة التي نقطفها من القرآن الكريم نعتمد على أمور ثلاثة في تحليلنا لها الأمر الأول السياق القرآني الذي وردت به الكلمة الأمر الثاني ما أجمعت عليه معاجم العربية والأمر الثالث ما أجمع عليه المفسرون فهذه الكلمات قد يتوهم السامع للوهلة الأولى معناً غير المعنى المقصود من هذه الكلمة ولكن المعنى المقصود هو معناً آخر والسبب نابع في ذلك إلى واحد من أمرين إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي وإما أن للكلمة معاني عدة في المعاجم فيذهب السامع إلى معنى وهو المعنى الأشهر في العادة ولكن المقصود هو معنى آخر من ذلك أحبتي نقف عند زهرة قرآنية كقوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أظلم عليهم قاموا طبعاً قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أن قاموا بمعنى أنهم كانوا قعوداً فوقفوا ولكن ليس هذا المعنى المقصود المقصود به هو الثبات انظروا أحبتي معي في قوله تعالى في السياق القرآني بداية طبعاً بداية الحديث عن الصواعق والرعد والبرق يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الراضي فأحبتي هنا طبعاً السياق حديث عن الكافرين يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وهذا يتناسب أولاً مع السياق القرآني لأنه يتحدث عن الصواعق فهم لم يكونوا قعوداً ووقفوا وإنما إذا أظلم عليهم ثبتوا أما بالنسبة للمعاجم أحبتي فطبعاً ورد في لسان العرب من معاني القيام لها معاني كثيرة من ضمنها القيام نقيض الجلوس وعليه شواهد قرآنية وعليه شواهد شرية ومنها أيضاً القامة لنقيض الجلوس القامة هي القوام وطبعاً يكون الإنسان ظاهراً بقوامه واقفاً وليس جالساً هذا معناً لكن ليس هو المقصود في الآية القرآنية وأيضاً من معاني القيام العزم على الشيء ومنها قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي لما عزم ومن ذلك إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض قاموا أي عزموا فقالوا وقد يجيء بمعنى المحافظة والإصلاح انظروا كم معناً لها منها ما زلت قائماً على الشيء أي قائماً أي بمعنى ملازماً ومصلحاً ومحافظاً ويجيء كما يقول اللسان بمعنى الوقوف والثبات للماشي وعليه فسروا قوله تعالى الآية التي ذكرناها وإذا أظلم عليهم قاموا وشاهد آخر أيضاً ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره تقوم السماء والأرض طبعاً السماء والأرض لم تكون جالستين لتقوماً وإنما تثبت عن الحركة وتتوقف عن الحركة بأمر الله سبحانه وتعالى وعليه طبعاً فسر أهل اللغة هذه الآية وليس في اللسان فقط وإنما في المعاجم العربية القديمة جميعها ورد هذا المعنى أو هذه المعاني للقيام فربما توهم السامع للوهلة الأولى معنى القيام نقيض الجلوس لأنه المعنى المشتهر في هذه الكلمة ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر كما أجمع عليه المفسرون كما أجمعت عليه المعاجم العربية وكما هو في السياق في السياق القرآني الجليل في قوله تعالى في هذه الآية أحبتي نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية نقطف زهرة جديدة نتناول زهرة جديدة نستمتع معا بهذه الأزاهير القرآنية فأهلا وسهلا بكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر